تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لصدور القرار الجمهورية رقم 510 لعام 2022 بالعفو عن زياد العليمي استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسية وثمن الحوار الوطني جود لجنة العفو الرئاسي المكلفة من قبل الرئيس بتفعيل عمل اللجنة ضمن فعليات إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي ودعوته لكل الأحزاب والقوى السياسية لبدء حوار وطني شامل